هناك أيضا حديث أنا بقولك لأنه لازم تبقى عارف كان هناك حديث مهم جدا على الصراع العربي الصهيوني وما يحدث على الأرض في غزة فلاقي نفسي بتصدب أنا واحد من الناس لما حد زي بن يمين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال يحاول أن يجري اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فكيف لهذا الرجل الذي يتخبط ما بين قراراته وتصوراته الخائبة وأفعاله الوحشية تائها بين كل ذلك وتائها بتصريحات لا يستوعب حجمها حول مصر ولا يستوعب رد الفعل المصري عندما تذكر مصر في جملة مفيدة أو غير مفيدة على لسان رجل لم يتحدث بعلم ولم يتقدم حتى بتقرير فيظن أنه عندما يقوم بالاتصال بالرئيس المصري هيترد عليه فرفض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبال هذا الاتصال الهاتفي من هذا الرجل الذي ما زال يمارس التوحش ضد الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه التوحش دي مش حرب دي إبادة طب هيستقبل تليفونه ليه؟ وهيستقبل تليفونه وهو بيهاجمنا وبيقول علينا إحنا عندنا أنفاء وبنهرب؟ وهيستقبل تليفونه وهو بيقول أسلحنا هنحتل محور ولا ممر صلاح الدين؟ في لادلفيا؟ إزاي يعني؟ ما الذي كان يدور بخلد هذا الرجل؟ تجسيد حقيقي للصهيون التائه ما بين قرارات غير محسوبة وأفعال وحشية وتصريحات فوضوية فرفض الاتصال رئيس المصري هو رجل أخلاقي لأبعد الحدود وش هاتي غير مجروحة أنا بقول اللي أنا شايفه فيه نفسي وفيه ضميري أخلاقي لأبعد الحدود وبعدين ده رجل جاي من العسكرية المصرية والرجل جاي من على رأس واحد من أكبر الأجهزة الاستخباراتية على مستوى العالم المخابرات الحربية وجاي من خلفيته كقائد عامل القوات المسلحة ووزير دفاعها في مرحلة ثم الآن هو رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى لقواتها المسلح فما بين أخلاقياته المطلقة ووطنياته المطلقة وإخلاصه المطلق فهو زعيم وقائد كما يقول الكتاب فرفض مقابلة بايدن في مرحلة واتصال نتنياهو في مرحلة أخرى هذا رجل يليق بمصر ومصر تليق به